معنا الأستاذ وسام الخطيب وهو خبير هجرة وتأشيرات والحديث عن فيزة الشنغن تحديداً وكل ما يتعلق بهذه الفيزة الخاصة بالأردنيين للسفر إلى أوروبا أهلاً وسهلاً أستاذ صباح الخير صباح الخير هيثام ويسعد صباحكم جميعاً صباح المشاهدين شكراً لأستضافتي أهلاً وسهلاً شرفنا بدايتاً أستاذ وسام كلمة شنغن يعني هي في إلها أصل إجت منه فشو الأصل لهذه الكلمة؟ شكراً على السؤال كل الناس يقولون شنغن فيزة شنغن فيزة شنغن هي عبارة عن قرية موجودة صغيرة في لوكسنبورغ على الحدود بين ألمانيا وفرنسا ووقعوا عليها الاتفاقية ووقعوا فيها الاتفاقية في عام 1985 لكن تم العمل بها في عام 1990 فهي قرية صغيرة وعشان هيك سموا الاسم وكثير الناس ما بعرفوا انه السبب انها هي اسم قرية مش اختصار لا شيء نعم جميل جداً طيب أستاذ هلأ الشخص تم سافر على أوروبا تحديداً بروح بحصل على فيزة شنغن اللي هي الفيزة بتأهله يفوت على كل الدول الأوروبية نعم نعم لازم يكون عنده عمله مستقر يقدر يجيب إثبات رسالة من عمله انه يعمل نعم وإذا كان صاحب عمل يقدر يجيب سجله التجاري إذا عنده شركة وطبعاً كشف حساب لازم يكون لآخر ستة أشهر نعم وصار جديد يطلبوا أشياء تانية شيء اسمه travel plan خطة شو بدك تعمل في الدولة اللي انت رأي عليها حتى يبينوا التفاصيل يشوفك عن جد فاهم عارف هدفك للتقديم هو عن جد السياحة وتغيير الجو جميل هلأ الأشخاص بمسافروا على أوروبا بالعادة بيكون في هدف وأحياناً بيكون مجرد السياحة هاي الأشياء يعني لازم السفارة أو لازم الدولة اللي انت مقدم عليها لازم تعرفها اللي هي هاي الترافل بلانا أو هاي الخطة هل لازم تكون دقيقة وقديش لازم الشخص يكون فعلاً دقيق في وصف هاي الأشياء ويكون شفاف يعني وواضح في تقديم المعلومات هلأ أنت التقديم إلها عندك فئة الفيزا اللي متعرف عليها تايب سي نعم اللي بقدم عليها الجميع أكيد لما أنت بدك تكون طالع لهدف أنه بدك تشارك بفعالية رياضية لازم تحط وتثبت أنه أنت مشارك بهاي الفعالية الرياضية إذا بك تروح لزيارة دينية عندك علاج لازم تجيب من تقرير من المستشفى لازم تكون منسق مع المستشفى أنه أنت تطالعه طبعاً مبدأ الشفافية عالي جداً لأنه أنت ما تعرف شو بصير معك بهذه الدولة نعم لو قلت أنه سياحة وسفر وبعدين تم اكتشفوا أنك أنت موجود في هاي الدولة لغرض أو مسمى آخر للعمل مثلا للعمل أو لشيء من هذا القبيل مشكلة فأنت لازم بالبداية تكون واضح بزيارتك هما ما عندهم مشكلة على أي نوع بتقدم عليه هما ما عندهم مشكلة بتقدم وبتاخد فيزا فأنا بفضل دائماً أنه يكون الواحد شفاف كثير وصادق حتى يظل الريكورد عنده والسكور عالي بهاي السفارات لا يصير في رفض بعدين نعم جميل جداً هل بتختلف الإجراءات من سفارة لسفارة ولا هي نفسها؟ تقريباً نفس الإجراءات لكن يعني في بعض من الدول الشنغن بتطلبوا منك الحضور لمبنى سفارة في دول لا بتقولك في مركز تأشيرات بتروح لعنده ومراكز التأشيرات كمان نوع أو نوعين ممكن تروح لعندهم بعض الأوراق يطلبوها مختلفة عن الأخرى لذلك أنا أقول للناس دائماً جيب كل الأوراق جاهز أوراقك لكي لا تجعل لحدة ثغرة معينة يقول لك لماذا تجايف أوراقك فتقريباً هم نفس الشيء كلياتهم ولازم تكون جاهز مئة بالمئة نعم جميل جداً ما أبرز الأخطاء اللي بيرتكبوها الناس لما يقدموا على فيزة شنغن الخطأ الشائع أنه يحجز فندق والحجز هذا وهمي وما بيكون مأكد هذا الحجز هو ما بيعرف أنه السفارات يشيكوا على الفندق يعني ممكن يحكي بشكل عشوائي مع الفندق أو يشيك معه أنه لديك حجز أو لا لديك حجز نعم ويكتشف أنه لا لديك حجز وليس يؤكد الحجز الخطأ الشائع الثاني أنه أنت تجيب كشف حساب وهمي أو تفتح كشف حساب مبارح و تجيب و تضع فيه مصاري هذا لا يدل على الاستقرار المالي يدل على أنه أنت فقط تحضر للسفارة فهذه أهم الأخطاء طبعاً ترجمة الأوراق التي ترفقها يجب أن تكون ترجمها وبعض الأشياء لكن الخطأ الشائع الأكبر وهو حجز الفندق الوهمي تمام ممكن هذه الأخطاء تؤدي إلى رفض التأشيرة؟ مليون بالمئة و كثير من الناس الذين يقدموا على هذه التأشيرات كانوا عم بوعوا بهذا الغلط بالبداية زمان كانوا السفرات لا يشيكوا أو كانوا يمروا يمشوا الأمور لكن حالياً و مع ضغط و تعرفنا بالسيزن هلأ بالموسم عندهم ضغط شديد فبدهم يعملوا زي فلتر للناس فطبعاً أكيد بشيكوا و مهم جداً أنك أنت تنتبه لهذه الأمور نعم حالياً في بعض الدول في أوروبا مثلاً مثل بريطانيا ما بدها فيزة شنغن بتقدر تقدم لها لحالة والأوردنيين حالياً ما في فيزة أونلاين بتقدم ففي بعض الدول صارت إجراءاتها هي واقعة في قارة أوروبا جغرافياً ولكن الفيز تبعها من فصل أو أسهل صح؟ مظبوط مظبوط يعني في عندك دول ما بطلب يكون عنده زي قبرص مثلاً نعم بدك تقدم لها لتأشيرة منفصلة وهي ليس من دول الشنغن بريطانيا كانت في الاتحاد الأوروبي وطلعت من الاتحاد الأوروبي هلأ بتقدم لها أونلاين نعم و نحن نأمل أنه طبعاً الجهود المبدولة التي تمت لاتفاقية أنه عملنا الـ ETA التي هي الإلكترونيك ترافيل تابعت بريطانيا نعم أنه يصير لنا أونلاين كمان لتقديم لفيز الشنغن وهذا إن شاء الله يصير قريباً جداً و نأمل أنه يحدث هذا الشيء نعم أستاذ هل كل السفرات وكل الفيز تتطلب أنه تكون عن طريق مكتب في بعض السفرات فيه إلها مكاتبها الخاصة بتقدم ولكن هل الشخص لحاله بقدر هو يفوت على موقع السفارة يأخذ موعد أونلاين يعمل أبلود لوراءه إذا كان هو يفاهم كل هذه الأشياء واللي دائماً بحتاج مساعدة مكتب وهل تنصح الأشخاص أنه يحاولوا يقدموا لحالهم وإيش المخاطر الممكن أنها تكون إذا أقدم لحاله ينسى شغلة ينسى وراء ينسى ديكيمنت وإلا دائماً يستعين بشركة مختصة تساعده أكيد ما فيه مشكلة إنه الشخص يقدم لحاله السفرات ما بتشترط عليك إنه تقدم عن طرق مكاتب معينة لكن هم إنه زي ما أنت بتعرف الآن كل الدول الشنغن أو أغلب الدول الأوروبية اعتمدوا مراكز تأشيرات إلهم حتى لا تذهب على السفارة بكل بساطة تأخذ أوراقك ويتجهزها لذلك الطلبات ليس أونلاين لازم تعملها وتطبعها وتأخذ الباكيج كامل الأوراق وتذهب على هذا المركز حتى يأخذوا منك البايومتريكس بصمات الأصابع ويأخذوا منك الصور فإنت اليوم ملزم أنك تتعامل مع هدول المكاتب اليوم مراكز تأشيرات لكن لتجهيز الأوراق يعني إذا أنت أول مرة بتقدم ومش يعني مش فاملير مع الإجراءات خصوصاً موضوع اللغة الإنجليزية بالتقديم وشو المطلوبة أفضل أنك تروع الناس مختص يساعدك كمكتب معين ممكن يعمل لك حز الفندق ممكن يعمل لك حز الطيران تأمين السفر مهم جداً هذه كثير من الأشياء المهمة ترجمة الأوراق لازم تترجم وتكون بطريقة شبه معتمدة زائد تكون أوراقك جاهزة على الأقل أول مرة أدم عن طريق ناس يفهموا بهذا الموضوع حتى تتجنب الأخطاء وبعد ذلك تتعلم أول مرة ثاني مرة أدخل لحالك حلو آخر سؤال سألتك قبل الهواء دائماً بنسأل ومعنا دقيقة بجوز أستاذ بيسام هل شرط تدخل أو الدخول الأول على الدولة الأوروبية التي فيزت من سفارتها أنا فيزت من إسبانيا شرط أدخل على إسبانيا حسب خطة السفر تأتي وإلا ممكن أنا بمنها شنغن أوروبا أنا بفيز من السفارة الإسبانية وبدأدخل على إيطاليا سؤال كثير حلو شكراً على هذا السؤال الجواب لا مش شرط حلو أنت بتقدر تأخذ فيزا من دولة معينة ولضرف ما لضرف ما أنت ما قدرت تدخل لأنه ما في طيران ما في ترافل بلان معينة تقدر تلتزم فيها تقدر تدخل على دولة تانية لأنه أنت ما تنسى أنه نحن نأخذين موافقة من 29 دولة عشان هيك تأخذ وقتها فأنت ما أخذ 29 دولة موافقة على أي دولة بتفوت ما عندك مشكلة أبداً لكن لا يتكرر هذا الشيء ما بصير فيه ريكورد معين أو بلاك بوينت خلي حكيها على الشخص انت كر هذا الموضوع وشوف السفارة بزعلوا منك بزعلوا منك بزعلوا منك معناته ما بصير يعني هو بزعلوا بيعطوك يعني تنويه أنه أنت طيب ليش ما بقي يعني مثلا أوكي أول مرة ثاني مرة أنت ما لقيت موعد ما لقيت ترافل بس مشكل مرة بس أنت ما عندك مشكلة وبتأخذنه أبجيكشن من جميع الدول تمام فبالتوفيق للجميع طبعا أكيد ميونيا بجزء بنهاية أستاذ بسام نحن بنقول لكل الأشخاص أنه كل ما أنت كنت أدق وشفاف أكتر وصريح أكتر وامورك واضحة أكتر وكل الدكبنس تبعك واضحة وحقيقية والترافل بلان تعتك خطة السفر تبعك حقيقية القتيل صح والتكت صح أنت علاقتك بتصير أحسن لأنه ممكن تاني مرة وثالث مرة وراء المرة بناء على علاقتك السابقة ومصداقيتك بالتعامل مع السفرات بتصير أمورك أسهل طبعا طبعا أنا بقول للناس دائما أنه إذا أنت تتعامل بشفافية وبصير تأخذ فيز وبتحط فيز على جوازك أنت مش دول الشنغن دول التانية لما بتطلعوا وبيلعوا عندك ترافل هستوري الريكورد تبعك نضيف وكل شيء تمام بتأخذ من كل الدول الأخرى مش بس الشنغن أمريكا بريطانيا كل الدول بيحترموك وهي نصيحة للجميع يا جماعة يعني اشتغلوا على الريكورد تبعكم وخلي كل شيء بمبدأ الشفافية العامة نعم جميل جدا أتشكرك أستاذ شكرا جزيلا ويعطيك الفعافة شكرا لكم شكرا لأستضافتكم مرة تانية يوم سعيد للجميع شكرا جزيلا شكرا جزيلا